دائما مع اعلانات الهجرة والعمل في كندا فيديو جديد اعلان جديد وعروض عمل جديدة بخصوص الهجرة والعمل في كندا عقود عمل مجانية بدون دفع اي مبلغ بدون دفع اي مقابل كل ما عليك اخي اختي ان ترسل طلبك تمرأ الاستمارة وترسل السيرة الذاتية بالطريقة الكندية وتنتظر رد الشركة بدون اي شهادة بدون اي خبرة وبدون دفع اي مبلغ مادي اخواني اخواتي كرام متتبعي قناة ابو رايان للاعلان مرحبا بكم في فيديو جديد ومرحبا بالمتتبعين وجدود اتمنى ان تكونوا في تمام الصحة والعافية اخواني اخواتي كرام اتهتو لكم باعلان جديد وفيديو جديد بخصوص الهجرة والعمل في كندا سوف نتطرق في هذا الفيديو ونعرف كيفية ارسال طلب العمل للشركة وكيفية تبحث عن وظيفة مناسبة بدون شهادات بدون مستوى دراسي عالي فقط تكون لذيك اللغة الفرنسية تتحدث القليل باللغة الفرنسية لكي تتفاهم مع المشغلين اثناء المقابلة اذا قبل بناية الفيديو اخواني اخواتي كرام ادعوكم لمشاهدة الفيديو وضعته لكم اليوم قبل ست ساعات بخصوص ايضا الهجرة وضعت لكم استمارة اللي يمكنكم ملءها بالنسبة للاخوات والاخوات الذين لم يروا الفيديو فأكون مع لكم ان تشاهدوا الفيديو وتملأوا الاستمارة وترسلون طلب العمل اذا على بركة الله احبتي في الله سوف نذهب الى الموقع الرسمي للشركة وسنقوم بملء الاستمارة وارسال طلب اذا اخواني اخواتي هذه الشركة متخصصة في مجال النقل المدرسي الشركة الذيها اه حافلات النقل المدرسي الشركة متواجدة بكندا كما ترون هذا الموقع الرسمي للشركة وهناك الشركة الذيها العديد من العروض وتقوم بتقديم العديد من عروض العمل للعمال الاجانب اذا هذا عنوان الشركة كما ترون وهذا رقم الهاتف وهنا تجدون المعلومات المتعلقة بالشركة سوف نقوم بالذهاب مباشرة الى عروض العمل المتوفرة في هذا او في هذه الشركة سنقوم بترجمة الموقع الى اللغة الفرنسية لينا فهم جيدا العروض المتاحة اذا كما ترون هنا لدينا اه بعد التعريف بالنسبة لمن يريد ان يعمل كسائق حافلة بالنسبة للبعض انها وظيفة مثل اي وظيفة اخرى بالنسبة لركابك فانت الشخص الذي يساعد في قضاء يوم رأي دون متاعب ذهب الى المدرسات زيارة احد افراد اسرتك القيام برحلات بسيطة او وجهات اطول كل رحل رحلة هي انجاز تساهم فيه فهذه الشركة كما ترون هذه بعض الصور لسائق الحافلات اه يعملون مع الشركة اذا سنقوم بالنزول الى الاسفل لنرى العروض المتاحة كما ترون هنا لدينا اه يبحثون عن سائق حافلة مدرسية مطلوب سائق مينيoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoe مطلوب مدير العمليات مطلوب فن النقل الميثاق مطلوب مرسل النقل في كيبك اذا سوف نقوم بالبحث عن العرض المناسب لنا بطبيعة الحال على سبيل المثال سوف اذهب الى وظيفة منظف الحافلة سوف نقوم بالضغط على هذا العرض سنقوم بترجمة الموقع او العرض باللغة العربية هنا لدينا القطاع السيئة الموقع ليفيس وكيبك يعني العمل متواجد في ليفيس وكيبك هل انت شخص مستقل يحب العمل بشكل جيد هل تحب المهام اليدوية ومتنوعة هل تحب وظيفة بدوام كامل او بدوام جزئي اذا كان الامر كذلك فلدينا الوظيفة المناسب لك يبحث حاليا عن منظف الحافلة اذا بالنسبة للمنصب كما ترى منظف الحافلة للقيام بعملك بشكل جيد غسل الجزء الداخلي والخارجي من مختلف المركبات اذا هذه المهمة او المهام التي ستقوم بها كوظيفة منظف الحافلة غسل الجزء الداخلي والخارجي من مختلف المركبات في الأسطول حافلة مدرسية ميني باس مهيئ سيدان الى اخره تنفيذ عمولات نقل السيارة سائق القيادة التقاط الاجزاء الى اخره الشروع في مل السوائل المختلفة تمتلك ترخيصا من فئة خمسة الأصول ليجب أن تكون لديك رخصة سياقة الحافلة من فئة خمسة الأصول يعني مهام اخرى متعلقة بالتنظيف هنا الذين في اوجيه او ظروف العمل الذين هي ستعمل خمسة وعشرون ساعة حتى اربعين ساعة متاحة في الأسبوع استقلالية كبيرة ودعمية للاشخاص الذين يحبون العملية والحيلة فرص تقدم نحن نقدم تدريب لنصبح سائقا فالشركة تتيح لك تدريبا او تدريب قبل مزاولة العمل تدريب في مجال السياقة بطبيعة الحال ستعمل مع المركبات الحديثة بمعدل ثلاث سنوات سيعطونك ملابس العمل تحسين اجازة الاجتماعية عطلات قائمة او عائمة خمس سنوات فالعديد هو العديد من الميزات التي ستقدمهم لك الشركة فكل ما عليكم اخوانا يا اخواتي الكرام ان تملأوا الاستمارة التالية كما ترون هذه استمارة تقديم طلب العمل سأضع هنا الاسم الاول هنا سأضع الاسم اللقب اسم الشخصي والاسم العائلي البريد الالكتروني الهاتف وسأقوم بارفاق السيرة الذاتية وهنا سأقوم بادخال نص يعني رسالة تحفيزها قصيرة سأضع لكم نموذج اسفل صندوق الوصف اسفل الفيديو اذا كما ترون اعزائي الكرام لقد قمت بملأ المعلومات كل من اسم الشخصي الاسم العائلي والبريد الالكتروني ورقم الهاتف وهنا سأقوم بالضغط على ارفاق السيرة الذاتية سأذهب مباشرة الى الملفات او فشي وهنا كما ترون لقد قمت بادخال السيرة الذاتية نموذج للسيرة الذاتية نمكنكم وضعها بصيغة او صيغة وهنا سأقوم بادخال الرسالة التي سترك لكم نموذج في صندوق الوصف اذا انا وضعت الرسالة التحفيزية كما ترون الزاكرة ملأت جميع المعلومات قمت بارفاق السيرة الذاتية بالطريقة الكندية سبق وشرحت كيفية انشاء السيرة الذاتية بطريقة الكندية سأدوركم رابط الفيديو اسفل لمن اراد ان يرى النموذج وطريقة انشاء السيرة الذاتية بالطريقة الكندية لكي يتم مقبولك بنسبة كبيرة اذا بعد ذلك اخر شيء سأقوم بالضغط على تقديم الطلب هنا سنتظر بضع ثواني كما ترون الزاكرة ما هذه رسالة تأكيد ارسال الطلب لقد تم ارسال طلبك نعم لقد تم ارسال طلب اذا سأتوصل في نفس يعني في الحال او في الحال سأتوصل برسالة تأكيد ارسالة تأكيد عبر البريد الاستمارة وبعد ذلك سوف انتظر من الشركة اذا كان الطلب مقبول سوف يتوصلون معي لاجراء مقابلة عمل عبر تطبيق سأقوم بشرح هذا التطبيق في فيديو قادم ان شاء الله فكل ما عليكم اعزائي الكرام ان تقوموا بارسال الطلب الان ساعده لكم رابط الاستمارة في صندوق الوصف واتمنى لكم كل التوفيق وتسير الامور ان شاء الله لا تنسوا فقد دامنا بلايك ومشاركة الفيديو مع الاصدقاء والحباب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس للتوصل بكل ما هو جديد ونلتقي في فيديو جديد وانا جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر